أعربت قبل القليل الأمم المتحدة عن ارسياحها لعبور مرحلة رالي إفريقيا إيكوريس الرابط بين المغرب وموريتانيا المنطقة العازلاء بالجرقرات اليوم الاثنين بسلام وقال سيفان دجارة كالمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتراش كان قد دعا السبت إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ونزع فتيل أي توترات بعد تهديدات واستفزازات من البوليزاريو وأتباعها الهادفة إلى عرقلة مسار رالي إفريقيا إيكوريس وشدد الأمين العام على أنه من المهم السماح بمرور حركة مدنية وتجارية منتظمة والامتناعة عن أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع القاعم في المنطقة العازلة وقد اشدد المتحدث باسم الأمين العام التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم الأطراف للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف في صحراء وفقا لقرارة مجلس الأمن وتجر الإشارة لأن رالي إفريقيا إيكوريس الذي يربط موناكو بيداكار مرورا بالمغرب بما في ذلك الأقاليم الجنوبية للمملكة بلغ هذه السنة دورته الثانية عشرة وعطيت يوم ثلاثاء الماضي من ميناء طنجة المتوسطة لانطلاقة الرسمية للرالي بمشاركة 688 متسابقا على متن 266 عربة تشارك في الفئات الأربع للسباق والمخصصة للدرجات النارية والسيارات الربعية الدفع والعربة المعدلة والشاحنات كذلك